احبائي التلاميذ السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات تعليم الفرنسية الابتدائية اليوم احبائي مع السنة الرابعة واختبار الفصل الثالث في الفرنسية اذا بسم الله نبدأ احبائي التلامي للفصل الثالث اذا هذا النصي اطفال يشبه النص الذي درسناه من قبل كنت او لفصل الثالث في الفصل الثالث هل تعرفوا قصة قطرة الماء الصغيرة عندنا ياسين واجبا ساكرو ماء على شاطئ البحر إذن سنقرأت نصف بالفرنسية أولاً ثم نشرحه بالعربية A la mer En été, Yacine est allé à la plage avec sa grand-mère. Il adore jouer sur le sable. Il veut construire un petit château. Mais il ne peut pas apporter de l'eau parce que le seau est cassé. La prochaine fois, il achètera un autre sot neuf. والآن سنقرأ مع الشرح بالعربية. A la mer في البحر En été, في الصيف, Yacine est allé à la plage avec sa grand-mère. Yacine dhéba إلى الشاطئ مع جدته. Il adore jouer sur le sable. هو يحب العباء على الرمل. إذن هو من؟ Très bien, c'est Yacine. Il veut construire un petit château. هو يريد أن يبنى قلعة صغيرة. Mais il ne peut pas apporter de l'eau. لكنه لا يستطيع أن يحضir الماء. Parce que le sot est cassé. لأن الدلواء مكسور. La prochaine fois, في المرات المقبلة, il achètera un autre sot neuf. سيشتري دلوان آخران جديدا. Qestion الأسئلة A Comprehension de l'écrit. Fihm, المكتوب أو الكتابة. 6 points يعني 6 نقاط. On tour la bonne réponse. يعني ضع في حيز الإجابة الصحيحة. هنا عندنا اختيارات. نضع الاختيار الصحيح أو الإجابة الصحيحة داخل حيز. ياسين اتالي ياسين ذهب إلى ماذا يا أطفال؟ على فوري على مر على فرم يعني إلى الغابة إلى البحر أو إلى الحقل جشيخش dans le text نبحث في النص. On était ياسين اتالي على بلاج avec رمار إذن ذهب إلى الشاطئ شاطئ ماذا يا أطفال؟ très bien شاطئ البحر إذن ياسين ذهب إلى البحر alors على مر جانتور la deuxième réponse. أضع في حيز الإجابة الثانية. 2 complète la phrase en tédant du text أكمل الجملة مستعينا بالنص إذن عندنا هنا بداية جملة سنكملها من النص ياسين veut construire ياسين يريد أن يبني أن يبني ماذا يا أطفال؟ إذن نبحث عن هذه الجملة داخل النص ياسين veut construire je cherche ici إل veut construire هو يريد أن يبني يبني ماذا؟ un petit château قلعة صغيرة إذن on écrit ياسين veut construire un petit château un petit château قلعة صغيرة comme ça بهذا الشيخ 3 donne le contraire du mot souligné avec le suffixe أم أو أم هذا ضد الكلمة التي تحت la سطر ويستعمل les suffixes يعني المقطعين الذين يتسين في البداية إيم أو أم رأينا هذا الدرس يا أطفال قلنا أن الكلمات العادية نضع قبلها آ إي آن لكن إذا كانت الكلمة تبدأ بحرف الأم أو البي أو البي نضع إي آن وليس إي آن إذن نرى هنا لسو إي أوتيل أبداله مفيد هذه الكلمة تبدأ بحرف الأم لا تبدأ بأم أو ب أو ب إذن ماذا نضع إي آن بإي آن إي آن لسو إي آن تُنِتِيل إِن أُوْتِيل يعني غير مفيد أو بلا فائدة لسو إي آن لسو ماء البحر يشرب أو شرب هل هذا صحيح؟ نو ماء البحر لا يمكن شربه لأنه مالح جدا إذن هذه الكلمة بماذا تبدأ؟ تبدأ بحرف البي حرف البي من الحروف الثلاثة التي درسناها إذن نضع إي آن بإي آن جيد نضع إي آن ماذا أقول؟ لُوْدَ مَا إِمْ بُوَابْل إِمْ 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 بُوَابْل 4 كَمْلَتْ أو فُتُور سَمْل أَكْمِل في الْمُسْتَقْبَل إذن سَوْصَرِف الْأَفْعَال في الْمُسْتَقْبَل عندنا هنا يعني يشتري إِلْ أَشْتَرَا أَنْ أُطْرُ صُّو نَفْ هو سَيَشْتَرِ دَلْوَنْ آخَرًا جَدِيدًا إذن أَبِكْ إِلْ النهائة هي أُغَا مع تُ ما هي النهائة أطفال؟ جيد أُغَا ونضيف أَس في النهائة إذن سنحاول نكتبه هنا أَشْتُرَا إذا كان المكان كافي أَشْتُرَا أَبِكْ أَس أَشْتُرَا بهذه الطريقة أَرْ أَس جُ جُ هنا الفعل يبدأ بي وَيَلْ لِدَلْكُ وَدَانَ الْأَبْوَصْطْرَافِ كَسْكُّ جُدِي؟ جَشْتُ جَشْتُرَي أَرْ أَي جَشْتُرَي أَنْ أَشْتَرِ جَشْتُرَي أَجْتَرِ أَكْ أَعْمِ أَوْا جَشْتُرَي جَشْتُرَي أَنْ أَنْ أَتْرُ سَوْ أَهْ كَسْتُرَاسِ قَسْتَرَسْ كَسْتَـرَسْocus درسنا الأطفال قلنا أنه المفعول به المباشر يأتي مباشرة بعد الفعل ثم درسنا يعني المفعول به غير المباشر يكون بينه وبين الفعل حرف جر A أو 2 مثلا عندنا الجملة هنا عندنا هنا ياسين سيل السيجي هو الفاعل هذا ظرف زمان بعده الفعل ذهب إلى أين؟ عندنا هنا أطفال A A la plage إلى الشاطئ هذا هو المفعول به المفعول به المفعول به المفعول به المباشرة بهذا الشكل A أو أحيانا نجيب 2 6 إكري au pluriel اكتب في الجمع إيل أشترا إيل أشترا إن سو نف هو سيشتري دلوان جديدا إيل أشترا كون؟ سنحول إن سو نف أو بلوريال إلى الجمع Alors A كيف تنتهي بE A U درسنا الكلمات التي تنتهي بE A U ماذا نضيف لها في الجمع هنضيف S يا أطفال Non حذاري كلمات التي تنتهي بE A U نضيف لها X وليس S Alors SO E A U أبقى X هنا نضع X 9 كلمة عادية نضيف لها على نت الجمع العادية ما هي جيد S 9 9 أبقى S هنا نضع S إِلْ أَشَتُرَا D A SO 9 أبقى S 2 أو ثم دابار دابار يعني بداية أو في بداية الأمر أبقى S نضيف دابار أبقى S 3 إِلْ كُنْسَتْرُيْ دابار 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 أبقى S 8 إِلْ كُنْسَتْرَا أبقى S وَفِلْ أَخِرَ مَذَا نَقُولُ أَنْفَنْ يَنْفِنِيهَا إِلْ كُنْسَتْرِيْا إِلْ كُنْسَتْرِيْا إِلْ كُنْسَتْرِيْا إِلْ كُنْسَتْرِيْا إِلْ كُنْسَتْرِيْا أَنْفَنْ إِلْ كُنْسَتْرِيْا أَنْسَتْرِيْا أَنْسَتْرِيْا وكذلك أحبائي نكون قد أنهينا اختبار اليوم إلى اللقاء قريب في فيديو مقبلين بإذن الله Au revoir